السلام عليكم طلاب الصف السادس اليوم رح نستكمل حل التمرين ومسائل اللي كانت معه نصها كان معاكم واجبه البيحة نكملها الآن السؤال الثلاث كان عطينا جدول هذا الجدول كان عطينا فيه ميس خانة فاضية إما بتكون مرة اتفاع مرة عرض مرة طول مرة بيكونوا كلياتهم هلأ في الحالة الأولى ميس لما يعطيني هنا الطول ويعطيني العرض ويعطيني هنا الحجم معناته أنا لازم أروح أطبق تطبيق مباشر على القاعدة بروح بفرض الخانة الفاضية إيش هي سين فبصير معي حجم متوازن مستطيلات شو بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الآن حجم متوازن مستطيلات عطينا يا 480 من ثبت 480 يساوي الطول شو بيساوي عشرة العرض شو بيساوي ستة والارتفاع شو هو نفرضه سين لإنه خاني الآن لما نضرب عشرة ضرب ستة شو بدي ساويني ستين ضرب سين بيساوي 480 تقسيم ستين تقسيم ستين تطلع معاي السين شو بتساوي تمانية إذن الارتفاع شو بيساوي ميس بيساوي تمانية سنتيمتر لأن الوحدة عنديها كليات سنتيمتر إذن الارتفاع تمانية سنتيمتر الحالة الثانية لما بيعطيني ميس طول بيعطيني ارتفاع بيعطيني حجم بده عرض منروح منطبق ميس نفس الشي نفس القاعدة منفرض العرض إيش هو سين حجم متوازن مستطينات يساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع الحجم أعطاني هيه في الجدول 360 ماشي وأعطاني الطول 12 ضرب العرض هو السين والارتفاع كم؟ 10 الآن شو بيساوي 120 ضرب سين شو بيساوي لي هون بيساوي 360 نقسم الطرفين على 120 صفر مع صفر بيروح 36 تقسيم 12 قدش بيعطيني 3 إذن سين شو بده تساوي 3 سنتيمتر الأمس نخد الحالة الثالثة الحالة الثالثة كان بيعطيني يمس هون زي ما إحنا شايفين عاطيني عرض عاطيني ارتفاع عاطيني حجم الفاضي عندي من هو؟ عندي الطول فإذن أنا لازم أروح أطبق نفس القاعدة نفرض الطول سين حجم متوازن مستطيلة بيساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع الآن الحجم كم هو؟ 27 ألف شو بيساوي لي؟ الطول سين والعرض والارتفاع معاي معطيين 30 30 والحجم معروف إذن بضرب 30 ضرب 30 الصفر مع الصفر بنحطه هون 3 ضرب 3 شو بيصير عندي تسعة تقسيم تسعمية تقسيم تسعمية صفرين مع بعض بيروحوا الصفر بينزل هون 27 تقسيم تسعة كم 3 فإذن بيصير عندي شو؟ 30 أو بتقسموها قسمة طويلة بيطلع عندي الطول شو بيساوي؟ 30 سنتيمتر من ثبته الآن في الحال الرابع منلاحظ أنه لا معي طول ولا معي عرضوا ولا معي ارتفاع عادون نكتبوا بعد ما طلعت الإجابة كانوا فاضين هلأ هون عاطيني حجم 250 سنتيمتر مكعب بس فمعناته الحجم اللي معي يا سادس شو بيكون مس؟ بيكون أنه طول بدي يساوي العرض بدي يساوي الارتفاع يعني هو مكعب فإذن بفرض كله سين فبيكون الشكل مكعب من طبق قاعدة المكعب اللي هو حجم المكعب بيساوي طول الضلع تكعيب إذن 250 شو بيساويني؟ سين تكعيب بأخذ الجذر التكعيب للطرفين منلاحظ أنه 50 مش مكعب كامل منخليها زي ما هي جذر التكعيب إلى 250 مش مطلوب منكم توجدوها فإذن الطول بيساوي العرض بيساوي الارتفاع هو جذر التكعيب إلى 250 سنتيمتر تمام ميس؟ الآن تعالوا مع بعض نروح نحل السؤال الرابع السؤال الرابع كان عاطيني متوازن مستطيلات بيقول لي طوله 37 ونص تمام؟ وعرضه مش معروف ميس وعندي الارتفاع 20 سنتيمتر والحجم ما أعطي معاي لكن هو يطالب مني أوجد عرضه فبتطبق على القاعدة حجم متوازن مستطيلات بيساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع الآن الطول قديش 13500 هذا الحجم بيساوي طول 20 ضرب 20 ضرب 37 ونص الصفر بينزل ميس ومروح منضرب 37 ونص ضرب 2 زي ما إحنا شايفين متى بتتلكوا عملية الضرب حطيت منزلي واحدة للفاصل لأنه عندي منزلة كونه هون عندي صفر وصفر ما فرع معاي الجواب لم بيكون عدد تاني بحطه فإذا انضل عندي 75 رفعت هون صار 750 تقسيم 750 تقسيم 750 صفر مع صفر بيروح منلاحظ أحد العدد خمسة يعني بيقبل القسمة على خمسة فقط قسمناها خمسة طلعت 27 على خمسة عشر صغر الرقم رحنا قسمناها قسمة طويلة طلعت معاي 1.8 من 10 إذن سين شو بتساوي 1.8 من 10 سنتيمتر العرض بيساوي 1.8 من 10 سنتيمتر ميس أوكي الآن تعالوا مع بعض روح نحل السؤال ميس الخامس عم بيقولي أنه عندي ثلاجة الثلاجة هيك شكلها بتاخد شكل متوازن مستطيلات مساحة قاعدتها طنية ثابت اللي هو 2000 سنتيمتر مربع جد حجمها إذا كان ارتفاحها هو 180 سنتيمتر الآن حجم متوازن مستطيلات بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع مساحة القاعدة شو بيساوي 2000 ضرب 180 تمام 2000 هي مساحة القاعدة والارتفاع 180 نزلت الأصفار اللي هون الثلاث والصفر اللي هون اثنين ضرب 18 36 سنتيمتر مكعب حجمه السؤال الأخير كان بيقولي أنه في عندي خزان ماء خزان أرضي على شكل متوازن مستطيلات طوله 8 متر عرضه 4 متر ارتفاعه 3 متر بده ساعته من الماء الساعة بتساوي الحجم مس لأنها الساعة بتأخذ الحجم والماء بيأخذ الحجم سائل منطبق قاعدة حجم متوازن مستطيلات إنها طول ضرب العرض ضرب الارتفاع طول 8 والعرض 4 والارتفاع 3 لما نضربهم بيكون الجواب عندي 96 متر مكعب إذن ساعة الخزان تساوي 96 متر مكعب لهون بيكون أنهينا حل تمرين ومساء المس أنا حرفيقلكو ياهم مصورات والحصة جايمة بلاش بدارس جديد يعطيكو العافية اشتركوا في القناة شكرا